صباح وخير اهلا بالجميع. صباح وخير صباح وخير شكرا لو قلتم النهاردة. احنا هنبدأ كمان دقيقتين. اسمحولي لها عيد الجملة دي والرسلة دي كزا مرة عشان كل شوية هتلاقي ان احنا في زمنة جديدة بيدخلوا. احنا هنبدأ كمان دقيقتين ان شاء الله. نستنين بس باية الزمنة يتجمعوا. احنا اتشرفنا بوجودكو وشكرا ان وجودكو جدا. اسمحولي ان انا لغاية ما هنبدأ اوجه اتباه كل الشات. احنا هنبقى بنبعط رسائل في الشات اول باول. اه لو حابين بس تتخلو تعرفون ان انتم موجودين. اه نحب ان احبيكو بوجودكو. اه واظننا هنحط في الشات دلوقتي لينك. اه حضرتكم ممكن تبدأو اه تفتحوه. اللينك ده ممكن تبدأو وتملو في اه بياناتكو اسمكو اه لو حابين تشاركو با اه الاكاونت بتاعتكو في منصات التواصل الاجتماعي ومشوا كده هتلاقوا ان الدكومي شرح نفسها وكل موجود. اه للحضور اللي لسه داخلين. احب ان انا بعيد الجملة دي كل شوية. اه احب ارحب بيكو. احنا لسه هنبدأ كمان دقيقة او اتنين بالكتير. احنا بس نستنين بقيت الزملو يدخلو. اه عقبال انه بقيت الزملو يدخلو. احب اواجه اتباه كل الشات. احنا فيه لينك هيتباعد كل شوية برضو. واعتذر لبقيت الزملو الداخلين من بدري عشان تلاقوا لينك بتاعت كتير. اه. احب اواجه انتباه كل اللينك ده لو ينفع اه تدخلو على اللينك. هتلاقون اللينك مكون من شرحة نفسها. اه تبدأوا بتدخلو في او حاجة اللي اسمكو ومعوقع تواصل اجتماعي فاعت كلو حابين تشاركو بيها. اه تحت شوية تلاقوا فيه اسئلة اخرى ممكن تبدأوا فيها. ولو عندكو اي اسئلة في خلال الورشة النهاردة ممكن تكتبوه يا اما في الشات وحنا ننقلو هناك. يا اما حضرتكم ممكن تكتبوه هناك ولو اي حد دخل اخر شوية ومش شايف اللينك عرفونا على التشات بردو واحنا نبعاته. انا اعتقد ان احنا ممكن نبدأ صباح الخير لكل حد. شكرا انتو معينا النهاردة. انا اكيد شوية يعني يمكن فيه ناس عارف اني هنا بيقو كتير لبعض الوركشوب ووبنارز. بس لو عارفني ولو جيتوا بزيت فاويت انتو سمعتوني بتكلم عربي. عارفين مش مية في مية فانا النهاردة. انا نهاردة i'm passing the mic للي my colleague Mira. who is much more capable. او عبرت تعيمة بالعربي. عارفة بي moderating today's session. To take it away, I just wanted to give you a little bit more information about this one before we get back. Thank you very much. Good afternoon or good afternoon, depending on who you are in the world. Welcome to you. Welcome to you today's workshop. If you'd like to give a first time, the session is on the way to the development of students, to the development of the knowledge as a result of the first of the students and academics. لو نروح للسلايد الجاية من فضلك. شوية بس إرشادات وتعليمات حضرتكم وكنت تكونوا حضرتوها وعرفينها كفاية قبل جد دلوقتي بس أحب أن احنا نرجع عليها. أهم حاجة في أول حاجة أن احنا الساتب بتاع تزوم النهاردة ده ميتين. فده معناه أن الكل عنده قدرة أنه هو يفتح المايك والكاميرا بتاعته. اسمحوا لي بس أستأذنكم خلال فترة الوارشة ذات نفسها يفضلوا مقفولين أو على وضع الصامت علشان الكل يقدر يدركز ويبقى فيه انتباه واستراماً لبقية الناس اللي بتحضروا برضو للوارشة أنه هم ما ما نبقاش فيه أي إدعاج من الخلفية. لو حاسيتوا أن فيه أي متحدث في الوارشة بيتكلم بسرعة زوم عنده خاصية اسمها مكتوبة أو رفع الياد خاطراتكم ممكن تدوسوا عليها. ده هيجزي إشارة للمتحدث للمتحدث أو المتكلمة أنه هي تبطأ صوتها شوية أو تبقى الدنيا صوت براحة أكتر. وفيه الشات أو الدردشة لو فيه أي مشاكل تقنية لو فيه أي أسئلة وأجوبة حضرتكم وكنت تحطوها الأجوبة تحطوها هناك بس أشجعكم أن الأسئلة تحطوها في الجوجل دوكيمنت اللي هتقلوا كل شوية بنبعثها عشان تبقى كل حاجة في كل حتة ولو ما فيش إمكانية حضرتكم وكنت تحطوها في الشات وإحنا هننقلها. أحب أفكركم لو ينفع تتابوا بس منين ما تقدروا وتقفلوا المايك والكاميرا علشان البول يبقى بس تقدر يركز هيبقى في بولز أو تصويتات مرة أو مرتين في فلال الورشة فبحب أنه إحنا البول لما يفتح هتلقيه تلع قدامكم على شاشة مش محتاجين تعملوا حاجة بالرد عليه وأنتم تعملوا سميت فبس ده إنظار لكم أنتم بيتخضوش لما يظهر البول بس مجرد لأو أي حد هنا جديد أول حاجة بس أحب أعرفها عن الفورم ذات نفسه هو منتدى البحوص المفتوحة في الشرق الأوسط هي منظمة جير ربحية فعلى العضويات هدفها إنها تتعزي سياسات العلوم المفتوحة هو مراستها وعندنا أربع قيم أتسائل أول حاجة إن إحنا من أيد إن إحنا نقدم مزاقف إظهار النفوس باتجاه من اليمين إلى اليسار في الحلوات التنوجية الحاسمة مفتوحة المصدر إن إحنا بنشجع إقوامة شركات مجتمعية تعاونية بتعزز التعاون بين أعضاء وشركات منتدى فورم إن إحنا بنحاول إن إحنا نبتدع وجود الموارد المخصصة للمنطقة ممكن الوصول لها وتعلق بتنفيذ سياسات في ممارسات العلوم المفتوحة وآخر حاجة إن إحنا بندعم تقديم النظم البيئية للعلوم المفتوحة في المؤسسات التعليمية العالية والمركز البحثية نبدأ بس عن أعمالنا الجيد دلوقتي إحنا كنظمة بنقدم ثلاث أنواع من الأنشطة أول حاجة هي أنشطة التنمية المجتمع وهي دي أنشطة شهرية زي النشطة اللي إحنا كي دلوقتي هي بتبقى كل الشهر بيبقى فيه نشاط بيجمع كل الحابين يشتركوا معنا بيبقى فيه موقف حتة الموارد على اليمين ودي بس بتكون حاجات تساعد إنها تؤيد زي ما قولنا السياسات بتاعة الأوبن ساينز وفي الأهم حاجة أحب أفكركم به الفورم ده بيبقى منتدى ثانوي بتعمل كل سنة وبهذه المناسبة أحب أفكركم أن الـ call for papers الـ deadline بتاعه هي في اليوم 1 يونيو خلاص كمان أسبوع أو عشر تيام بكثير يعني فممكن هيبقى فيه معلومات أكثر عن الفورم أخر الساشن بس ده مجرد تسكيرها ليس سريع فأحب أسيبك بقى الرغي لنا مرجي ده كله نسيبه بالطريق لكل الخبراء فأحب أقدم دكتور بطول المرزوق هي مؤسسة الـ open size community في السعودية أو مؤتمع العلوم المفتوحة في السعودية تفضل لي دكتور بطول السلام عليكم ورحمة الله تشوف الجوجل داك موجود فقط حبيت أشرح عن الجوجل داك في البداية قبل ما أبدأ أتكلم ميرا أعطيني الخبر إذا السلايد أو أي حاجة ما تذهب السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا للحضور لأن الاجتماع اليوم مثل ما ذكرنا وذكرت ميرا هو أونلاين ما نقدر نشوف بعضنا نحضرنا هذا الجوجل داك نكتب فيه أسماء سؤال ما هي المدينة أو البلد تتمنى السفر إليها طبعا هي فرصة لكل واحد أن نتعرف على الموجودين طبعا راح نستخدم أيضا الجوجل داك في تدوين الروابط والأسئلة مع أجوبتها في أيضا رابط السلايد اللي راح نستخدمها again السلايد موجود على الريبوزي تري راح تتعلموا شون تستخدموا نفس الريبوزي تري you're very very welcome يعني يرحب بكم تتعيدوا استخدام أيضا هذه المادة التعليمية إذا حبيتو معرفت بنفسي اسمي باتون المرزوق أنا مقيمة في بريطانيا الشغل يركز على الذكاء الاصطناعي وفي القطاع الصحي لكن خارج عملي أدير جمعية العلوم المفتوحة في السعودية طبعا معي لميس ودعا ورح أعطيهم المجال اللي عرفوا بنفسهم لميس السلام عليكم جميعا نصبح الخير لكم وشكرا إنكم انضميتوا لينا الليلة في السجن دي أنا لميس يحيا أنا في الأساس سيدلانية بشتغل في كمحاضر في جامعة الخرطوم كل تصرى جامعة الخرطوم وحاليا أنا ناشطة في مجال العلوم المفتوحة من حوالي أربع سنين وحاليا شغلي في الأفريكا الربروديوسبليتي نتورك أو الشبكة الأفريقية للبحوث القابلة لعادة الإنتاج الاسم طويل شوي بالعربي واللي هي فيها بنحاول نعمل تدريب وتنمية لمهارات الباحثين والأكاديميين الأفارقة بحيث إنه نخليهم يقدروا يطبقوا أوبن ساينس أو العلوم المفتوحة في أبحاثهم وفي شغلهم سعيدة جدا أن أكون معكم الليلة صباح الخير على خضراتكم جميعا أنا دعاء عبد القادر أنا بالأساس أخصائي مكتبات في الجامعة البريطانية في مصر وفي شهر تسعة اللي فات أطلقنا مجتمع العلوم المفتوحة في مصر عشان نساعد الباحثين إنهم يتعلموا أو يستكشفوا العلوم المفتوحة زي ما هنتعرف النهاردة إن شاء الله شكرا لكم شكرا دعاء شكرا لميس طبعا كل المؤسسات اللي ذكرتها دعاء ولميس موجودة الروابط معلتها في نهاية الجوجل داك ورح نعطها أيضا في الشات مثل ما ذكروا هذه الدورة رح تركز على الأدوات اللي يمكن يستخدمها الأكاديميين تمكينهم من تطبيق بعض أساس العلوم المفتوحة طبعا مثل ما ذكرنا رح نركز على الأدوات بدون تعمق كبير في النظريات يمكن أني اللي راح أتكلم أكثر شيء برئيا في البداية فقط عشان آطي نظرة عامة لكن إذا عندك أي سؤال لا تتردد تكتبه في الشات أو في الجوجل داك رح نتطرق إلى في النهاية قبل ما نتكلم عن العلوم المفتوحة أنا دائما أحب تطرق وأعطي نظرة عشان على ليش إحنا أصلا نقطع هذا الشوت ليش إحنا نروح ونهتم في العلوم المفتوحة ليش نسوي شغل زيادة إحنا كباحثين كأكاديميين أورودي نتعد بما فيه القفاية مثل ما كنا نعرف طبعا العلوم هي علوم تراكمية إحنا نبني على نتائج من سبقونا لكن في الوقت الخالي لللاحظة في الأكاديمية أنه من الصعب أو حتى غير الممكن أحيانا من إعادة تكرار مجموعة ونصبة جدا جدا كبيرة من الدراسات والنتائج الأصلية المنشورة في مجلات جدا علمية وعالمية في كل العالم وطبعا هذا يعتبر جدا أمر مهم لأن هذا معناه أننا غير ممكن أن نبني نتائج جديدة ومثل ما ذكرت العلم التراكمي إحنا نبني على نتائج من سبقونا لذلك سموها replication crisis إذا سمعت بها طبعا توجد أمثلة جدا كبيرة على replication crisis بخاصة مو فقط في تخصص واحد أو تخصصين لكن بتخصصة جدا كبيرة في أبرز المجلات العلمية العالمية وحتى الصحافة هذا المثال جدا بسيط للقصة المنشورة عن الخلايا الجذعية اللي كانت في اليابان والتالي تم السحب الورقة العلمية بالكامل وطبعا صار عليها ضجة إعلامية في الguardian ومجموعة جدا كبيرة في أيضا دراسة جميلة قامت به نيتشر دائما أبدأ بها تسأل الباحثين عن تجربتهم الشخصية طبعا الباحثين في البلدان الغربية عن تجربتهم إذا كانوا عانوا من إعادة إنتاج أوراق بحثية عشان يبنوا عليها لكن لازم سووا validation إلى foundation لما جوا يبنوا عليها طبعا بتشوف أنه في تخصصات جدا كثيرة كيميستري بيولوجي فيزيكس ميديسين أرث لما جوا سألوهم قال ليهم خلا ناخذ البيولوجي لأن يعني شيء من بيولوجيكال بيوميديكال سألوهم هل عانيتوا 70% منهم قالوا عاني نواجد أن نحن نبني إعادة إنتاج أبحاث منشورة لكن طبعا المفاجئ مو فقط أن 70% منهم عانوا لكن المفاجئ أن ما يقارب 60% صرحوا أنهم مو فقط عانوا إنتاج تجارب غيرهم لكن أيضا غير متمكنين من إعادة إنتاج تجاربهم الشخصية يعني أبحاثهم الشخصية اللي نشروها جوا بعد 6 أشهر بعد سنة يحاولوا يبنوا عليها يعيدوا عليها ما تمكنهم هذه يعني ظاهرة جدا معروفة في الوسط العلمي ما تعرف بالربلكيشن طبعا الإشكالية أن هذه العكاسات تتعدى الوسط الأكاديمي لأن عكاسات اقتصادية جدا كبيرة أموال الضيئة في دراسات لا يمكن ترجمتها على الأرض الواقع في علم الأدوية في الكانسر في الجينات في الذكاء الصناعي في الطب في غيرها والحل الوحيد لهذه المشكلة هو انتهاج أسس مفاهيم ممارسات العلوم نفتوها في البحث في النشر في المشاركة العلمية طبعا الجدير بالذكر أيضا أن هذه المشكلة العلمية لا تقتصر فقط على الوسط العلمي فقط علينا نحن كأكاديميين لكن أيضا لها تأثيرات اقتصادية جدا كبيرة وصلت إلى احتمال برلمانات الحكومات الأوروبية وهذا يعطيك سنس في مستوى خطورة الربلوكيشن طبعا أحد الأسباب أنه عندما ننشر فقط ننشر في نهاية هذه المراحل العملية البحثية نحن عادة ننشر في النهاية بعدما طلعت الانترستن ننشر في نهاية العملية البحثية هذه الانترستن عشان نقل الستوري جدا جميلة لأن هذا الذي تقبل عادة أيضا المجللات العلمية هذه طريقة الباحث نفسا أنه يترقى أيضا في المؤسسات العلمية هذا هو انس إلى الباحث أن يسوي هذا ويمارس هذه الطريقة ننشر في نهاية العملية البحثية لكن العلم مفتوحة العلم مفتوحة أهم حاجة فيها أنا مو فقط تقول لك انشر في نهاية open access لكن أهم حاجة فيها أن نقبل لك انشر من البداية وإنت جمع الداتا قبل ما تبدأ الرسالة البحثية ما لك فكرة الرسالة نفسها تقدر استجلها ما يعرف ال-registration طبعا أنا راح نتعرف على أنواع من المستودعات اللي ممكن نستخدمها في نشر مخرجات أولية من أبحاثنا مع حفظ الملكية الفكرية لأن بعض يمكن أكثر مثلا يعني misconception على العلوم مفتوحة أن مفتوحة يعني ضاع حقوقي يعني نشرتها على النت أي واحد يجي وياخذها ويستخدمها مثل ما يريد وهذا غير صحيح بتاتا طبعا نحن لما نتعامل مع المفتوحة للمفتوحة لازم يكون فيها license رخصة مفتوحة لكن إليها تضمن الحقوق الفكرية للباحث ويكون فيها أيضا DOI ورح نتكلم عنها كثير مثل ما ذكت ونستخدم ما يعرف بالفير برينسبول ما رح أتطرق لهذه النظريات في هذه الجلسة لكن إذا أي أحد عنده سؤال يمكن نوجهكم الهدوات أكثر ونتعمل يمكن أكثر فيها فوق الأسئلة هذه مجموعة الكرياتي كومن license هي ما يستخدم في نشر عادة مثلا الداة أنت لما تنشر أيضا في مجلة بحثية حقيقة المجلة البحثية اضيف license من هذه من هذه الرخص العلمية والبعض لا يعرف لتستخدمها المجلة العلمية لما تنشر أبحاثها طبعا ممكن أيضا نستخدم هذه الـ license نفسها لما ننشر أبحاث بمستودعات رقمية خارج المجللات البحثية ورح أعطيكم بعض الأمثلة مثلا اليوم معنا أضفنا على زينودو وحطينا إلى license وهي CC BY معنا CC BY يعني مفتوح للآخرين كيف يسوي citation يوريك citation فيها ويعطي DOI يعطي resistant identifier هذا هو DOI تفكر DOI مثل مثل كل واحد أنا اسمي بتول في السعودية في كذا ناس واجد يسمهم بتول اللي ميزني عن البتولات الثانية الموجودين في السعودية أنني عندي رقم وطني ورقمي الوطني مختلف عن أي بتول ثاني في السعودية هذا الشيء مشابه بالنشر ممكن اسمك أو العنوان البحثي مشابه لكن لما يكون في DOI هذا DOI يضمن ممكن يسوي أيضا trace إلى citation تعرف إش قد استخدم هذا يأتي matrix يكون شيء مميز فقط في العمل البحثي طبعا هذا المثال إلى زينودو زينودو لما تدخلوا حين البرزنتيشن مالنا بشوفوا موجود في زينودو زينودو جدا سهل الاستخدام عبارة عن general purpose repository أو مستودع رقمي مفتوح ممكن نضيف إلى data sets يعني بيانات ممكن نضيف إلى presentation ممكن نضيف إلى أنواع مختلفة من المخرجات البحثية عادة لما نعطي أي presentation اليوم نحن حاضر فقط 49 أو 50 شخص في هذه الجلسة لكن عشان نكون المادة هذه أو السلايد مالتنا مفتوح لأشخاص آخرين خارج الجلسة أيضا إنهم يمشوا عليها يستخدموها ونحطها في Zenodo Zenodo الجميل فيه طبعا يعطينا matrix كم شخص دخل على السلايد نفسها كم شخص سوى download أو حمل السلايد نفسها لكن أهم حاجة يعطينا Zenodo هو DOI مثل ما ذكت The Persistent Identifier وأيضا اللايسنس أو الرخصة التي تحمي الملكية الفكرية إلى العمل هذا طبعا أيضا يعطينا citation كيف لما يجي شخص بيستخدم هذه المادة كيف يسوي citation إليها في بحث هو يطيق صيغة citation مع DOI مثل ما ذكرت إحنا لما ننشر أيضا في مجللات بحثية دائما بتعطي DOI بتحط license لكن البعض إلى حرية في استخدام أي license لأن تفرض أيضا مجلل علمية بعض license عندك أيضا لما ننشر طبعا دينودو واجد يشتهر وقت الكورونا أشخاص واجد بدلا ما نستنوا ونحط تعرف وقت الكورونا يعني مجرد extraction مع الدين أي أو أشياء جدا بسيطة الآخرين يريدوا يعني disseminate المعرفة معالتهم بشكل عام فكانوا يحطوها على دينودو فكان واجد أكتف وقت الكورونا مثال آخر إلى مستودع رقمي جدا مفيد بالذات للأشخاص اللي في البيوميديكال بيولوجيكال ساينسز هو بريتكولز آي أو طبعا أيضا هذا مجاني كل شي نتكلم عن حاليا مجاني بريتكولز آي أو للأشخاص اللي يسووا أبحاث في المختبار تعرف أبحاث المختبار جدا دقيقة لما تأخذ تفتح الورقة العلمية الورقة العلمية في اختصار إلى المثل يقول لك راجع الورقة العلمية السابقة عشان تعرف المثل هذي ويغطيك جدا جدا باختصار ما يقول لك كم مايكرو ليتر أو كم حط هذا على الفورتيكس أو ما يعطيك الأشياء الدقيقة أو البسيطة التي تسبب يعني يتركز عليها البريتكول مجرد تغيير بسيط في هذه الأشياء البريتكول أو المثل ما تقدر تسوي الريبريديوز 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 بريتكول جدا جميل تقدر تحط فيه الصور با 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 بالضبط تقدر تحط فيه صور أجل هذا وقت الكورونا واجد اشتهر للناس اللي كانت اشترك لدي الريبريديوز والأبحاث ضمن الكوبيد الجميل فيه مثل ما ذكرت أيضا ينتج دي او آي ينتج لايسنس مثل ما ذكرت الدي او آي هي مثل بطاقة أو هوية معرفة الرقمية يعني يساعدنا على العثور على هذه المعلومات بسرعة حتى طبعا الدي او آي مرضت عمق فيه لكن إذا كان جديد عليك ممكن تحط الريبريديوز دعنا نقول الريبريديوز نفسه أو العنوان اللي تحط ما للموقع حيانا يتغير لكن الريبريديوز لايسنس أيضا يحط فيه باختيارك الشخصي طبعا فهم اللايسنس أيضا سهل أنا أشجع الأكاديميين والباحثين يفهم ولو بشكل عام عندما نتكلم عن الرخص البحثية الموجودة في الوسط العلمي يريد الريبريديوز الموجودة أني نفهمها ولو بشكل عام لأن هذا شيء جدا مهم إلي كباحث أعرف كيف مادتي العلمية قاعدة أنشرها الجميع في البرتوكولز خلنا نقول أنا حطيت البرتوكول بعد فترة جيت نشرت ورقة علمية وهذه الورقة العلمية مستندة على هذا البرتوكول ممكن تربط الورقة العلمية داخل البرتوكول نفسه تقول أنه هناك موجودة في الورقة العلمية الفلانية وواجدنا الأبحاث حقيقة ممكن نسو تحسين في البرتوكول مالتين لكن لما نقول المعدرة إذا أستخدم كلمات إنجليزية واجد لما نسو تحسين في البرتوكول ياخذ من هذه فترة جدا طويلة لما ننشر البحث ونطلع الريزولت وهذا شيء ممكن آخرين يستخدموا ممكن يكون جدا مفيد فتشوف واجد من الأبحاث حاليا تضيف الورقة البحثية بعد ما نشر البرتوكول أيضا واجد من المجللات العلمية حاليا مثل بلوس تشجع أن أي بريتوكول ممكن تنشر أنه موجود على مستودع رقمي مثال آخر يمكن المثال الأخير راح تطرق إلى كتهاب نعرف اليوم معظم العلوم التي نستخدم يعتمد على نوع التخصص لكن واجد من هذه التخصص تستخدم تحلل فيها نعرف مثلا أنا في البيولوجي بدأت البيولوجي لكن بدأت البيولوجي لأن جزء كبير من الأخياء يعتمد على الداة وتحليل البيانات والناس التي تحل البيانات عادة يقوم بحب يعني يأخذ من التحليل بحب أيضا في العلوم الاجتماعية كانت معي صديقتي هي حقيقة محامية ومع ذلك أيضا يقوم بحب في العلوم الاجتماعية في الهدف أيضا يستخدم كودين لما نستخدم كودين من الأشياء التي واجد أشجع عليها الطلاب لما يكلمونين هم يستخدموا GitHub أو يستخدموا Virgin Control System الجميل في GitHub سوي لينا نفس الأسواد نفس الأسواد نقدر نحط في DOI نقدر نحط في License لكن الجميل فيه إنه مثل آلة الزمن ممكن نرجع بالزمن يعني إلى نفس الدوكومنت وأيضاً يشجع على الـ Collaboration Again GitHub هو عبارة عن عالم جداً جداً كبير بعض الناس يستخدمه فقط عشان أيضاً يكتبوا كتاب فقط لخاصية Virgin Control System ما رح أدخل فيه تعقيدات مع لابس أريد الشي اللي أقوله إنه كتاب أيضاً يعطي visibility إلى الباحث نفسه لأنه يطور من يعطيك بروفوليو هذا البرفوليو يعزز من discoverability وال visibility إلى الشخص نفسه مثلاً إنه يعطيك هذه الهيتماب يبين كل يوم شنو اشتغلت شقد النشط حقيقة أنا شخصياً يعني ناس تجييني تشارفتني في القتاب تجي تقول إلي كيف هات ممكن تشاركينا في هذا العمل أو تعطي توقف هذا الشي بيعطي visibility جداً كبير للقتاب ويعطي activity هذه جزء من الأشياء اللي نستخدمها حالياً لكن نحن بعد شوي لم يسوي دعاء رح يطرقوا لأشياء أجمل شوية يمكن أكثر أيضاً مرتبطة ببعض الآخر دعاءة شكراً باتول خبرات الخير مرة تانية على خبرتكم جميعاً يمكن بطول وضحت أشياء كتير لها على وضعها بالعليوم المفتوحة الجزء اللي أنا هشرحه هيبقى فيه هيبقى بتنقل ما بين السلايدز والويب سايدز اللي نقدر نستخدمها علشان نخلي البحث بتاعنا مور أوبن زي ما بنقول أو أكثر يمفتاحاً علشان وكلها تبقى أغلبها تولز هنسأل بس سؤال الأول كبول ونيرى لو ممكن أن احنا نعمل البول الأول شكراً يميرا هل مشارت أبحاثك بشكل مفتوح قبل كده أو أوبن أكسس حابين بس نعرف حضراتكم مشارتوا بشكل مفتوح قبل كده ولا لا الجناء ما عليه هنبتدي نتكلم عن كل التولز اللي تساعدنا ننشر بشكل مفتوح مش كمان بنهاية البحث بتاعي لأ من بداية البحث بتاعي لحد نهايته نتيجة متقربة قوي يعني 47% تقريباً من الأشخاص نشروا بشكل مفتوح وقوالي 52% قالوا لا أنهما لسا مشروش بشكل مفتوح أو أوبن أكسس تمام في بعض الأفكار بس هنخدها الأول إزاي إن إحنا ممكن ننشر بشكل مفتوح أكتر وده بنمشي مع دورة حياة البحث العلمي زي ما بتقول ذكرت في البداية دورة حياة البحث العلمي فإحنا في كل خطوة من خطوات البحث العلمي نقدر ننشر بشكل مفتوح وبداية من مرحلة التخصيد نقدر إن إحنا نبتدي نعمل بلوجينج للبحث بتاعنا على البلوجز اللي هي علاقة بالباحثين نبتدي نتكلم عن الفكرة البحثية بتاعتنا نقدر إن إحنا ناخد أراء الباحثين اللي في نفس مجالنا وبناءً عليه نبتدي نشوف الأفكار اللي نقدر نستخدمها عشان ننشر بشكل أكثر انفتاحاً كمان من الحاجات المهمة جداً هي ريبوزيتريز زي ما بطول التكلمة أو المستودعات وخصوصاً المستودعات البحثية وذي بتكون في مرحلة التخطيط برضو وكمان مرحلة التحليل نقدر إن إحنا نستخدم حاجة زي ريجيستري ده واحد من المستودعات البحثية اللي بتضم كل المستودعات البحثية اللي لها علاقة بالبيانات البحثية اللي موجودة في العالم والمفتوحة اللي نقدر نستخدمها وكمان نعمل نشير عليها كل ما يخص البحث العلمي بتاعنا في خلال برضو دورة حياة البحث العلمي أو المرحلة النشطة نقدر إن إحنا نستخدم البلاتفورمز اللي لها علاقة بالبيبرانس يمكن لم يستتكلم عن ده أكتر أنا مش هتكلم عليه بشكل كبير أنا بس بدي أمثلة فيه ده من ضمن الحاجات برضو المهمة وده ليه علاقة بالمرحلة النشطة في البحث العلمي في نهاية البحث زي ما بطولة اتكلمت إحنا مهم إن إحنا يكون عندنا ZOI مهم يكون عندنا Orchid Account ده هيسهل إن إحنا الباحث نقدر نوصله بشكل أسرع ما يحصلش أي في المعلومات اللي بتخص الباحثين من ناحية تشابه الأسماء من ناحية الأبحاث العلمية كمان هيزود من الفيتيشن بتاع الباحث والفيزابيلتي بتاعته أو رؤية الباحث المعرفة الناس بيه وخصوصا في التخصص العلمي بتاعه واحد من أشهر بقى البلاتفورمز اللي احنا بنستخدمها علشان نشوف إيه هي الجورنالز هو من أشهر الحاجات الموجودة خليني أقذل حضراتكم مثال بس عايز تأكد أنتم شايفين الويبسايت بتاع الدواج المثال بتاعه شايفينه دعا ما بطل علينا البراوزر لانشن يبدو مساوي الشاير إلى فقط ويندو وفقط إلى الديستوب الكامل لا إحنا شايفين الديستوب حياتك لو عبت تنزلي في البراوزر اللي تحت شوية كده شايفينه تمام دي واحدة من الجورنالز اللي احنا عملنا سيرش على دواج نقدر أن احنا نعرف الجورنال ده بينشور كل المعلومات اللي بيستخدمها الجورنال زي ما بطول تكلمت أن احنا اللي بيستخدمة جدا احنا كمان نقدر عن طريق دواج نعرف إمتى ننشر البيبرانت في الجورنال ده هل متاح أن احنا نشير البيبرانت بتاعتنا بناءنا على الواينس الموجودة نقدر كمان نوصل الـ ISSN بتاع الجورنال وطبعا الويبسايت الأساسي بتاع الجورنال من ضمن الحاجات كمان علشان نتأكد من الـ بتاعت الجورنال هو الشير باروميو الشير باروميو هو واحد من البلاتفورمز أو الطولز اللي نقدر نستخدمها علشان نشوف إيه هي الجورنال بالضبط سواء open access أو لأ ده متاح للإبنين نقدر نشير النسخ الأولية يعني بتاعت البحث بتاعنا قبل ما ننشر البحث النهائي ولا لا نقدر نشير على بلاتفورمز مختلفة ولا لا في أي forbidden data ممنوع إن احنا نعمل لها sharing نقدر نشير research data بتاعتنا ولا لا كل ده شير باروميو بيوفروا موجود يعني لأي حد متاح لأي حد يقدر يستخدمه نقدر نعرف كل المتاحة لأي جورنال في العالم موجود عليه كمان sharing research data من أهم الحاجات زي ما اتكلمت وده واحد من الربوزيتر من delay data يمكن من delay معروف أكتر للناس إنه هو من استخدمه للcitation ولكن من delay كمان بيوفر إن احنا نشير الdataset بتاعتنا أو research data بتاعتنا ومتاحة يعني إحنا لو دخلنا زي ما أنا موطحة هنا نقدر نcreate research data نقدر نسارش على أي topic من الفيلز بتاعتنا أو التخصصات بتاعتنا وهيظهر لنا research data اللي تنشرت لأي أبحاث علمية كانت موجودة قبل كده ده ده شكل الwebsite بتاع الorcade أنا بس حبي تأكد على الشكل بتاع الorcade لو إحنا ما عندناش account نقدر ندخل نعمل account زي ما بتقول الكلمات في الأول الفير principles إحنا مش هنشرحها ولكن زي طول أحب أوريها لحضراتكم خليني أدخل على الwebsite الwebsite بتاع الفير ظهر لحضراتكم لا لا مظهر طيب لنسان يأخذ كده ظهر كده ظهر كده ظهر تمام الطول ذي للفير هي طبعا الأستريليان Research Data Commons الميزة في الطول ذي إنه بيسألني بعض الأسئلات بتبين هل أنا متبع الفير Principles زي يعني هو بياخد كل واحد من الفير الموجودة للمبدأ الفير أو مبدأ الاستخدام العادل زي ففي بعض الأسئلة اللي احنا نقدر نجاوبها وونس إنه نحنا نتشك على الإجابة بتاعت السؤال هو بيبتدي يوضح لي أنا بتتبع الفير Principles بنسبة كم في المية فبنجاوب على كل الأسئلة دي الموجودة اللي لها علاقة بالفير Principles وفي الآخر لما بنعمل ساب مت بيجزيني النسبة كم في المية أنا متبع المبادئ بتاعت الفير ولا لأ دي من التولز الإجابتها بتظهر على طول ونقدر قبل ما ننشر البحث العلمي بتاعنا نعرف إحنا متبعين المبادئ دي ولا لأ خليني أنا في مثال قبل المنطقة اللي لميز بتاع الشربة رومي إذا أريل حضرتكم لو إحنا عملنا Search P Journal فده Genomics Journal بيوضحي كل الديات عن الجورنال ده على الشركة روميو وإن هو في الدواج لستن موجود هو نقدر ننشر Open Access عن طريقه كمان كل البوليسي بتاعة البوبلشر ده البوبلش ده نقدر إن إحنا نفتح نشوف كل البوليسي المتاحة على الجورنال ده اللي نقدر نتبعها بحيث إن إحنا منتعرضش لأي legal issue كمان الaccepted version الsubmitted version كل البوليسي اللي خاصة بكل version إحنا هنصمت ليها للبحث العين إيه البوليسي اللي احنا ممكن نتبعها نقدر نشير ولا إيه اللي احنا ممكن نستخدمها في حظر على أي حاجة أو لأ ده كلها متاحة من طريق الطول بتاعة الشركة رومي نميس نتقدر أوكي تمام بجمي share my screen سكرين زهرة أوكي اللي هي اسمها بالانجليزي preprints واللي هي عبارة عن هي نفس النسخة اللي نحنا مثلاً بنقدمها لمجلة علمية عشان ننشرها لكن قبل ما يتعمل لها مراجعة أقران أو peer review فحالياً بالذات بعد جائحة الكورونا بيقات يعني كمية من الباحثين بينشروا أبحاثهم الأولية أو نسخة الأولية للبحث بتاعهم في مخدمات معينة موجودة قبل ما ينشروه في مجلات علمية فأنا حابة أول حاجة نعمل الاستبيان أو بول صغير عن إنو عايزين نعرف هل منكم منول منكم نشر قبل كده نسخة أولية نسخة أولية للبحث بتاعه ومنول ما نشر قبل كده النسخة الأولية في ريت أيوة البول مفرود هيكون قدامكم ترجمة نفسها ترجمة نفسها حسنا أحسنا حسنا حسنا نسخة أولي حسنا 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 أعتقد حالياً مفروض تكونوا شايفين الريزولتس وزي ما شايفين أنه الأغلبية تقريباً أو 48% من المشاركين ما حصل نشروا النسخة الأولية للبحث بتاعه وبس 16% نشروا ودي حاجة تقريباً يعني معروفة في أن العالم العربي أو الدول العربية ما بتستخدم الخيار ده أو الباحثين ما بيستخدموا خيار النشر للنسخة الأولية بتاعتهم فممكن إن شاء الله في آخر السيشن نتكلم أكتر عن أهمية النسخة الأولية ويعني الفوائد بتاعته شنو للبحث إنه ينشر نسخة الأولية للبحث بتاعه فحالياً هتكلم عن مخدمات أو مستودعات رقمية اللي هي بتنظم عملية نشر البحث الأولية دي بحيث إنه زي ما تكلموا دعاء وبتول إنه أي نسخة أولية للبحث يكون عندها اللي هو المعرف الرقمي المميز اللي بميز البحث ده بحيث إنه بعد كده هيبقى ساهل بالنسبة للبحث إنه يستخدم النسخة الأولية للبحث بتاعته دي في مثلاً يخطها في السي في بتاعته يستخدمها للتقديم لوظائف معينة أو حتى التقديم للتمويل البحثي وحالياً في مجموعة كبيرة من الممولين الكبار في العالم في المجالات العلمية مثلاً زي بيلا مليندا جيتس فهم بالنسبة لهم إذا أنت لما بتكتف في البروبوزل بتاعك أو في المقترح بتاع التقديم بتاعك للتمويل إذا خطيت لهم نسخة أولية للبحث بتاعك هما بيعتمدوها يعني هي بيقت حاجة محتمجة جداً ومهمة جداً حتى الفندرز أو الممولين الكبار بيأخذوا بيها وبيعتبروا إنها حاجة valid أو حاجة يمكن الاستشهاد بيها فالمخدمات أو المستوضعات الرقمية دي ممكن نقسمها لمخدمات عامة ومخدمات عامة بنعني إنه المستوضعات دي بتسمح بإنه يتنشر فيها بحوث من تخصصات مختلفة يعني ما كان التخصص بتاع البحث ممكن ننشر في المخدمات دي في مخدمات تانية متخصصة ودي يعني بتكون كل مخدم مختص بنوع معين من الأبحاث زي ما حنشوف أسلات شوية في الأمثلة وفي مخدمات إقليمية ودي مخدمات أو مستوضعات بتنشر بحوث خاصة بمنطقة جغرافية معينة وذر إنه البحث ده كان عملوه وباحثين في المنطقة الجغرافية دي أو كان البحث بيخص مشكلة أو بتكلم عن حاجة حاصلة في الإقليم المعين ده وأنا حالياً الأمثلة الحقولة دي هي مجرد أمثلة أنا ما حقدر أذكر كل المخدمات لكن دي ببساطة بعد الأمثلة الممكن تساعدكم فمثلاً بالنسبة للمخدمات العامة عندنا Research Square هو من أشهر المخدمات العامة وهو مملوك من Springer's Nature يعني Publisher Springer Nature هم البدير المخدم ده وعندنا برضو F1000 Research ده برضو بتملكو بتملكو Taylor & Francis برضو من Publishers الكبار المعروفين وإذا واحد منكم قبل كده نشر في واحدة من المجلات بتاعة Taylor & Francis أو Springer's Nature غالباً أول ما تعمل Submit للبحث بتاعك بيطلبوا منك أو بيدوك الخيار إنه ممكن تنشر البحث ده كpreprint أو كنسخة أولية فإذا وافقته حيتم نشر البحث ده في المخدمات بتاعة المجلات دي اللي هي Research Square وفول Southern Research برضو عندنا مخدم اسمه OSF Preprints وكانت دعاء الطرقت له قبل شوية وده بيدار بواسطة Center of Open Research Open Science اللي هي مؤسسة أمريكية بتهتمة هي Non-for-profit أو غير ربحية بتهتمة بالعلوم المفتوحة والتوعية في مجال العلوم المفتوحة فهما برضو عندهم ال-preprint server أو المخدمة العامدة وبرضو عندهم بعض المخدمات المتخصصة حسكورها بعد شوية بالنسبة للمخدمات المتخصصة اللي هي قلنا مخدمات بتنشر البحث أولية خاصة بتخصصات معينة فعندنا Archive احتمال هو يكون الأكثر شهرة وهو من أوائل المخدمات كانت بتنشر النسخة الأولية للبحوث وهو متخصص بالبحوث في مجالات الفيزياء والرياضيات فهو تقريبا المخدم ده كان قائد للحركة بتحت ال-preprints في العالم يعني الرياضيين والفيزيائيين كانوا بيستخدموا ال-preprints أو نسخة الأولية للبحوث من وقت طويل جداً مع أنه نحن شفنا الاستخدام بتاعها ينشط في العلوم بالذاتة البيولوجية والطبية أكثر بعد جائحة الكورونا خلت إنه المخدمات دي تكون مشهورة لأنها بتسرع الوصول للمعلومات من الأمثلة الثانية عندنا برضو كاماركايف ده بيختص بالبحوث الكيميائية عندنا ميد آركايف وبايو آركايف ميد آركايف بيختص بالعلوم الطبية بايو آركايف بيختص بالعلوم البيولوجية عندنا برضو آركايف للإنجينيرز إنجينيرين آركايف آركايف خاصة بعلوم الأرض آركايف آآ آآ بريبينت سيرفر مختص بالسوشيل ساينسيز آآ أو العلوم الاجتماعية وبرضو آآ 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 ساي آركايف ده بيختص بالعلوم النفسية آآ آآ الأبحاث المختصة بالعلوم النفسية آآ فده الكلهم أمثلة للمخدمات المتخصصة آآ الممكن الواحد إنشر فيها النسخة الأولية للبحث بتاعته على حسب التخصص وبعد كده آخر حاجة عندنا المخدمات الإقليمية ممكن يكون من أشهر آآ 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 وهو آآ من الاسم هو باختص بال البحوث يأما تكون منتجة في القارة الأفريقية أو منتجة بواسطة آآ باحسين أفارقة آآ وكده الغرض منه إنه آآ يعني آآ يزيد آآ توعية العالم عن عن كمية وجودة البحوث اللي بتنتج آآ في أفريقيا برضو عندنا India Archive آآ مختص بالقارة بالهند برضو عندنا آآ آآ الأرشيف العربي العلمي أو Arabic Science Archive آآ وده يعني أعتقد أنه مخدم مميز جدا لأنه هو بنشر البحوث آآ باللغة العربية أو البحوث الأولية باللغة العربية لكن والمخدم ده آآ بيدار آآ بواسطة Center of Open Science اللي هي مالك الOSF Preprint Server آآ بس للأسف حاليا هم وقفوا إنه يستقبلوا آآ بحوث جديدة إنهم يخطوها في المخدم ده لأنه عنده مشكلة في إدارة آآ المخدم آآ في الوقت الحالي آآ أنا خادت اللينكس بتاعة آآ كل المخدمات دي في اللوغو بتاعة فممكن بسهولة تقدروا تصلوا ليه فإذا فتحتوا الويبسايت بتاع الـ Arabic Science Archive أو الشيء العرب العلمي حتى لقوا إنهم خادتين رسالة بطلبوا من أي شخص عنده القدرة إنه يساعدهم في إدارة المخدم ده إنه يتواصل معاهم في إيميل معين موجود في الويبسايت فيعني أتمنى إنه لو في ناس مختصين أو ممكن يساعدوا في الحاجة دي يتواصلوا معاهم لأنه أعتقد ده هو المخدم الوحيد البنشر البحوث باللغة العربية ودي حاجة مهمة جدا من النسخة الأولية للبحوث هنتقل للكلام هنتقل الكلام عن خطوات بسيطة لنشر النسخة الأولية للبحوث ودي الحاجة الجميلة في النسخة الأولية للبحوث أو في المخدمات دي إنه خطوات النشر سهلة جدا ما فيها التعقيدات اللي بنشوفها إذا أنا عاوز أنشر نفس النسخة دي في جيرنل أو في مجلة علمية معينة بتكون الخطوات شوية معكدة أما هنا الخطوات بسيطة جدا أول خطوة طبعا إنه أنا لازم أختار المخدم المناسب أو المخدم أو المستودع أنا دائرة أنشر فيه البحث النسخة الأولية للبحث بتاعي بنشئ حساب زي ما بننشئ حساب في كل تقريبا الويبسايتس بنقدر ننشئ حساب بكل سهولة والخطوة الثالثة بتدك خطوات واضحة ممكن عن طريقة تقوم بتحميل النسخة الأولية بتحتك للمخدم ده وفي خلال يوم ليومين بالكتير بنلقى إنه النسخة الأولية بتحتك اتنشرت في المخدم بقد عندها ديو غاي بيكون الناس قادرين يشوفوها بيجيت أنت قادر تخطها كبابليكيشن ليك في السي في أو في التقديم بتاعك فحقيقي الموضوع ساهل جدا وسريع جدا وما بياخد الزمن ولا مجهود عشان كده حقيقي بشجحكم كلكم إنه تستكشفوا الموضوع ده وتشوفوا إذا ممكن تنشر أبحاثكم كنسخة أولية قبل ما تنشروها كبحث علمي في مجلة علمية من النسخ الأولي للبحوث حنتقل شوية لحاجة تانية مهمة في العلوم المفتوحة أو مهمة عموما في مجال النشر العلمي هي مراجعة الأقران أو الـ فبرضو مراجعة الأقران ممكن يتم بطريقة مفتوحة نحن الـ اللي بنعرف أو المدعودين عليه هو عملية بتتم خلال أبواب مغلقة اللي بعرفوها هم بس الـ authors بتوعين المانيوسكريبت والمراجعين الباحثين نفسهم الكتبوا البحث المراجعين وبرضو الـ editors بتوعين المجلة فالحاجات دي كلها بتكون وراء أبواب مغلقة أنا لما أشوف الفاينل بيبر منشورة في المجلة ما بكون عارفة حصل شنو behind the scenes أو خلف الكواليس فحاليا الترند أو الترند بقت في إنه مراجعة الأقران نفسها تكون بشكل مفتوح بحيس إنه أي شخص مثلا عاوز تطلع على الورق العلميدي يقدر يطلع على المراجعات الحصلت والتغييرات الحصلت عشان البيبر تكون موجودة في شكلها الأخير بالنسبة لمراجعة الأقران المفتوحة عندها نوعين ممكن تكون في شكل تعليقات عامة مفتوحة اللي هي comments اللي هي تعليقات زي المسلا بنعمل في وصائل التواصل الاجتماعي عندنا مثلا post معين ممكن نعلق عليه بكل سهولة هنا نفس الحكاية دي ممكن نشوف preprint معينة أو paper معينة ونعلق عليها بكل سهولة زي ما كأننا بنعلق في وصائل التواصل الاجتماعي دي نوع من نوع مراجعة الأقران المفتوحة وبرضو عندنا التقارير المراجعة الرسمية المفتوحة اللي هي دي الأقرب للطريقة اللي نحن عارفين ها في مراجعة الأقران بس اللي بختلف إنه في الآخر التقرير ده بيكون مفتوح بيتنشر مع الورقة العلمية فممكن الأنواع النوعين بتوع مراجعة الأقران المفتوحة دي نعين لهم من نحية المخدمات النسخ الأولية للبحوث يعني في مخدمات أو مستودعات رقمية للنسخ الأولية للبحوث بتدعم المراجعة الأقران المفتوحة وفي برضو مجلات ودورات علمية بتدعم مراجعة الأقران المفتوحة فإذا شفنا مثال لمخدمات نسخ أولية بتدعم التعليقات المفتوحة هلقين تقريبا كل اللي أنا قلتها في السلايد القبلي دي بتدعم التعليقات المفتوحة فبكل بساطة أنا ممكن أعمل كومنت أنا كباحس أعمل كومنت على النسخ الأولية أو الpreprint وأقول فيها رأيي أو أعلق على حاجة أو أقترح حاجة مثلا وبرضو في بعض المخدمات بتدعم تقارير مراجعة رسمية مفتوحة أو بتعمل تقارير مراجعة رسمية مفتوحة وهي في الأغلب دي هي المخدمات العامة زي Research Square وF1000 وOSF preprint فدي المخدمات دي مع النسخة الأولية للبحث أو preprint بتنشر لك برضو تقارير مراجعة رسمية بشكل مفتوح بالنسبة بالنسبة للمجلات والدوريات العلمية برضو في مجلات كثيرة جدا بيقات عندها الخاصية بتاع التعليقات العامة المفتوحة دي بس أمثلة لها زي Plus E-Life PRJ و BMG Journals دي كلهم إذا مشيت للPaper أو للبحث بتلقى خيار بتاع إنك تضيف comment أو تعليق مفتوح بيكون ظاهر لكل الناس اللي حيعاينوا للPaper دي تاني وبرضو طبعا متاح للباحثين نفسهم العمل الPaper دي وبرضو في مجلات ودوريات علمية تدعم تقارير مراجعة رسمية مفتوحة اللي هي نفس الأمثلة اللي قلناها السيدي E-Life Plus و PRJ و BMG المختلف اول المميز في E-Life و PMG إنه بالنسبة لهم ما بدوك خيار إنه التقرير المراجعة الرسمي دي يكون مفتوح أو لا دي بتكون حاجة بايد فولت أو الحاجة الطبيعية إنه مع الPaper أو مع المانيوسكريبت بيتنشر تقرير المراجعة الرسمي الحصل behind the scenes أما Plus و PRJ بدوك الخيار إنت كباحث هل إت حابي تنشر المراجعة الرسمية تقرير المراجعة الرسمية أو لا فبديك الخيار إذا تحابي تعمل الحاجة دي ولا لا فده ما بيخص مراجعة الأقران المفتوحة بس برضو في يعني في بعض ال platforms أو بعض ال initiatives بيقى تحاول تعمل يعني زي حاجة في النص بين التعليقات العامة وبين تقرير المراجعة الرسمية فهتكلم بس عن اثنين من المنصات دي اللي هي منصات مساعدة في مجال مقارنة الأقران مراجعة الأقران المفتوحة مثالها بري ريفيو واعتقد بري ريفيو هم قبل كده أدوا سيشن أو ويكشوب في فورم بري ريفيو بري ريفيو المميز فيه هو أنه هما بيشتغلوا على مراجعة الأقران التعاونية يعني بيحبزوا أن يجيبوا مجموعة من الباحسين أول حاجة بيدربوهم على كيفية مراجعة الأقران بيدوهم يعني نحن أغلبنا مراجعة الأقران من نسبة لينا حاجة بنكتسبها مع الزمن يعني أعتقد أغلبنا ما توفرت له تدريب متخصص في أنه كيف يكون مراجع كويس كيف أنه يدي تقارير مراجعة تكون بناءة وتفيد فعلا الباحس فنحن يعني كباحسين فجأة بنلقى نفسنا تختينا في الموقف ده أنه أنا محتاج أراجع ورقة علمية من دون ما يكون عندي تدريب كويس فهو الحاجة الجميلة في بري ريفيو أنه هما بيدربوا الباحسين على طريقة مراجعة الأقران بيجمعوا مجموعة من الباحسين وبيخلوهم يختاروا بري برينت أو نسخة أولية من أي بري برينت سيرفر من أي مخدم ويقوموا إراجعوها بشكل منهجي بشكل مرتب وفي الآخر طبعا التقرير بتاع المراجعة ده بينشروه في الويبسايت بتاعهم بتاع بري ريفيو والجميل برضو أنه برضو بيدوا التقرير بتاع المراجعة ده دي واي والجميل أكتر أنه بيقدروا يربطوه بالأوركت آي دي يعني إذا أنا كباحس عملت مراجعة لبري برينت أو نسخة أولية عن طريق بري ريفيو أول حاجة المراجعة دي التقرير بتاع المراجعة ده حقدر استشدبيو لأنه عنده دي واي وبردو حالقاه إنه اتطبط بالأوركت آي دي بتحتي أنا كباحس طبعا دي حاجة كويسة جدا يعني أنا لما يعني ألقى باحس نشط في مجال مراجعة الأقران دي بتدي مميزات للباحس إنه عنده like critical thinking أو تفكير كويس يعني زي ما نحن برضو بنعاين لعدد البابليكيشن العمل الباحس برضو البي ريفيو ومراجعة الأقران العمل الباحس برضو بتدي يعني دليل أو على الباحس دي فالحاجة الجميلة في بري ريفيو زي ما قلت إنه بيكون مراجعة الأقران تعاونية فالناس بتساعد بعض المجموعة بيكون فيها ناس عنده يعني مستوى بتحخيبرات مختلف فإنت بتحس إنه في ناس حوالينك بيسندوك ويساعدوك وبرضو من الحاجة اللهم ما اشتغلوا فيها جدا هي زيادة التنوع والشمولية لأنه حاليا مراجعة الأقران بتتيم بواسطة مجموعة معينة من الناس غالبا هم باحسين في في مراحل متقدمة من حياتهم المهنية فالباحسين الجدد أو الباحسين المبتدئين نادر ما يلقوا فرصة إنهم يعني يشتغلوا في مراجعة الأقران فهم بري ريفيو بيركزوا على الباحسين المبتدئين ويدربوهم على مراجعة الأقران المنصة الثانية الحابة أتكلم عنها هي ريفيو كومنز وريفيو كومنز المميز فيها إنه هي بتوفر مراجعة أقران مستقلة يعني ريفيو كومنز هي ما تابعة لمجلة معينة لكن هم عندهم مجموعة من المراجعين المختصين والمدربين اللي أنت ممكن تديهم البحث بتاعك وهم يراجعوه لك بيكتبوا لك تقرير مفصل عن البحث بتاعك والجميل في الحاجة دي إنه معناتها بما أن هم ما بينضموا تحت جارنا المعينة هم بيركزوا على البحث نفسه ما بيركزوا على ملاءمة البحث ده لمجلة معينة كمثال والحاجة الجميلة برضو في ريفيو كومنز إنه عندهم حوالي 28 مجلة مشتركة معاهم بحيث إنه إذا قدمت بحثك لريفيو كومنز وتراجع ممكن بكل سهولة تنقل البحث المراجع ده للمجلات دي أمثلة ليها بلوس وإي لايف فبالتالي الحاجة دي حد تقلل لك الزمن اللي انت محتاجه في المراجعات لحد ما البابر بتاعتك تتنشر في شكلها النهائي والحاجة التانية برضو الجميلة في ريفيو كومنز إنه بنشر تقرير المراجعة دي بشكل مفتوح بشكل علني ومش بس تقرير المراجعة حتى استجابات المؤلفين يعني استجابتك التكريسيرشر اللي هي الحاجات اللي بتحصل في الإيميل بيننا وبين الريفيورز عادة الحاجات دي كلها بتكون موجودة بشكل عنني وده طبعا بيعزز من الشفافية في مراجعة الأقرام بكده أنا أكون اتكلمت عن الجزئيتين اللي أنا حابة أتكلم عنهم في العلم المفتوحة بس حابة برضو أوجه يعني جميع المشاركين إنه في كمية من المجتمعات اللي بتختص بالعلوم المفتوحة الموجودة حولينا العالم وأنا بشجحكم كلكم إنه تحاولوا تنضموا لأكبر كمية من المجتمعات دي لأنه حقيقي بتساعدكم بتساعدكم في فهم العلوم المفتوحة بتساعدكم في طريقة تطبيق العلوم المفتوحة دي في شغلكم وفي الآخر مهما كان أنا لما نكون وسط مجتمع بحيث إنه أنا ما لي وحدي أنا ما براي في ناس حوليني بيساعدوني وناس حوليني بيفكروا بنفس الطريقة اللي أنا بيفكر فيها وعندهم نفس ال أو نفس الأهداف ففي كمية من ال كوميونيتيز دي زي ما قلت مثلاً عندنا في عالمنا العربي عندنا مجتمع اللوم المفتوحة للمملكة العربية السعودية مجتمع العلوم المفتوحة لمصر أعتقد برضو في مجتمع العلوم المفتوحة للعراق عندنا مثلاً R Arabs للناس اللي بيشتغلوا كتير في R ممكن ينضموا ليه R Ladies برضو للسيدات اللي بيشتغلوا في R ال African Reproducibility Network نحن زي ما قلت بنهتم بكل القارة الأفريقية اللي هي جزء منها طبعاً بلدان عربية عندنا برضو ال Turning Way ده برضو يعني مصدر جميل جداً ممكن ترجعوا عليه وهم بشرحوا كل أغلب الأسفكت أو النواحي تحت العلوم المفتوحة بشكل مبسط جداً وجميل بصور جميلة أغلب الصور في كمية من الصور اللي شفتوها حالياً في البلزنتيشن لمأخوذها من Touring Way في برضو eLife Community Ambassadors Open Life Science هالكاربنتريز في كمية من ال Communities دي وحقيقة بشجيحكم إنكم تنضموا ليها لأنه أكيد هتساعدكم هتساعدكم جداً في مسيرتكم العلمية وأخيراً حاب أختم بمقولة ليراندي شيكمان اللي هو حائز على جهزة نوبل في الطب وهو قال إنه العلوم المفتوحة ليست مجرد اتجاه عابر بل هي ضرورة حتمية وده نحن شايفينه حالياً كل مالة كل مرة كل سنة العلوم المفتوحة بتبقى حاجة ضرورية جداً وحتمية وأعتقد إنه في المستقبل القريب ما هيكون عندك خيار إنك ما تستعمل مفاهيم العلوم المفتوحة في شغلك في أي مرحلة من مراحل شغلك فمهم جداً إننا نبتدي من أسي نفكر في إنه نحن كيف نكون أكثر انفتاحاً في كل الخطوات بتاعتنا بتاعت البحث العلمي وأخيراً أنا عارفة إنه الكلام اللي قلناه ده كتير لكن إذا الواحد أخذ على نفسه إنه يحسن من روحه بنسبة 1% كل يوم سواء كان يعني الكلام ده بالنسبة للعلوم المفتوحة أو كل حاجة التدار تحسينة في حياتك لو اشتغلنا على بنسبة 1% في اليوم حنلقى إنه بنهاية السنة حققنا التحسن بنسبة 73% ودي حاجة ما بسيطة أو ما هينا وشكراً جزيلاً لكم لحسن الاستماع أتمنى إنه ما نكون طولنا عليكم شكراً جزيلاً نهيل ميرا هل تعتقدون عندنا وقت للـ Q&A أو شاء نحن 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 دخلت على الـ Google Doc حاولت أني نجاوب على معظم الأسئلة الموجودة فيها أول شي أريد أني واني قاعد أقل الأسماء واجه واجه السعيدة لأن من كافة مناطق الدول العربية من مصر من السعودية من الإمارات من بغداد من الجزائر من تونس من السودان من الكويت من الأردن من بيروت ما شاء الله على الأسماء والبعض أيضاً ترك لنك دين معلها وبعض السوشال نتورك في أي أحد يريد أيضاً get connected واجهد ممتاز أيضاً واني أقرأ ما هي المدينة أو البلد تتمنى السفر إليها ما شاء الله على البلدان المذكورة غدير عندها واجه بلدان تريد سافر إليها ما شاء الله يعني دخلت على الأسئلة الموجودة حاولنا نجاوب على معظم الأسئلة لكن إذا في سؤال أي أحد يريد يمكن السؤال لما كنا متأكدين من هل تعبير المخدمات مختلف عن الخوادم أنا ما متأكدة من هذا السؤال فإذا الشخص الأسئلة يريد أو يشرحها نحاول نجاوب عليه أو يضيق داخل الدوكيمنت نفسه بالنسبة للأسئلة الثانية حاولنا نجاوب عليها معظمها في سؤال يتكلم على الدخول لهذه المواقع ونشر الأبحاث فيها مجانة نعم مجانة بعضها هذه سيفيس أو معظمها مجانة لكن في بعضها أدس يعني مثلا بريتوكول جد مجاني تستخدمها لكن إذا تريد حاجة أو بريتوكول ما لك يكون برايبت أو خاص هنا تدفع إذا تريد حاجة برايبت جد مثلا باستخدام مجاني في سيربس أو خدمات معينة ممكن تدفع عليها أنا شخصيا أستخدم جد مارك من سنة يعني من زمان سنين كثيرة ولا مرة فها تقيلة ولا ريال لأن هذه سيربس أو هذه بلاتفورم معظمها في جزء منها جامعات في جزء منها كوميرشل جد ميكروسوف يعني يمكن إمعجن لازم يكون عدهم بزنس موضل البعض سأل أيضا توقع هذه معظم الأسئلة البعض سأل عن روابط لكل البلاتفورم التي استخدمنا هي موجودة في السلاين حاول أضيف جزء منها في المراجع في النهاية لكن مو كل واحدة منهم سنرجع ونتأكد أن كل رابط موجود أيضا في النهاية في النهاية رح أسكت أوكي أوكي المستودعات الرقمية أوكي هل المستودعات الرقمية نفسها إذا ممكن أعتقد معلش يعني أسفو طبعا على ال وحقيقة دي مشكلة بنعاني منها و ومشكلة الفورم بتحاول تصلحها هي أنه أغلب المصطلحات دي ما متعارف عليها باللغة العربية نحن بنعرفها بشكلها الإنجليزي فبعتزر إذا طبعا ممكن أكون مخدم احتمال يكون عربيا غلط جدا بس المقصود هو أيها الربوزيطري أو المستودع الرقمي ده هو المقصود الكتك أصداه بالمخدم أسفو جدا إذا كنت عملت المخدم مش مشكلة خالص وانا عايزة نطبس أقول إنه أكشلي اتساح تماما إنه الكلام مش بيترانزليت من الإنجليز للعربي بسهولة وإحنا في فورم ويأكشلي عملنا فلوسري بالعربي لكل الكلام الكمن ما بين الـ Open Science Community وعملنا translation عملنا Working Group وقعدنا مع Our Advisory Board وعملنا translation لكلام اللي إحنا نستعمل فلو عايزين برضو الـ Glossary is easily downloadable من الـ website بتاع فورم وممكن نستعمله عشان نتبقى ن يعني نقطرع أو نبني كلام أو لغة للـ Open Science بالعربي في طريقة إنه يبقى مظهون يعني ما بين كل خط لو ما فيش أي أسئلة أخرى أحب أشكر كل المتحدثين دكتور باتول دكتور دعاء ودكتور نينيس أحب أشكر بعض مجد كوا على النهاردة كانت فعلا وبين من الأسئلة قد إنه كل كانت مهتمة وبتسأل الأسئلة واستفادت فعلا من النهاردة لو تسمحوا لي إن أنا أختم في الآخر بمجرد شوية حاجة بسيطة أستأذن في سلايدز الجاية ده بس يعني مراجعة إن زي النهاردة ونشاط النهاردة إحنا الوابسايت في كل الأنشطة اللي بنعملها بتاعة ال وزي نشاط النهاردة وإحنا عند الوقت في نوص السنة فحضراتكم وقد ترجعوا الوابسايت هتلاقوا التسجيلات بتاعة كل النشاطات الأديمة ونشاطات الأديمة وكمان أسبوع هتلاقوا التسجيل بالنشاط ده فكل الناس اللي بتسأل على التسجيل بتاع النهاردة حضراتكم هتلاقوه في الوابسايت ده وكمان أسبوع مثلا وممكن تطلعوا عليها حتى تتابعوا لغاية آخر السنة النشاطات اللي جاية كلها موجودة إن شاء الله آآ سلايد الجاية وأحب أفكركم بالفورم آآ السنة هيبقى المنتدى السنوية الثالث بتاعنا هو هيكون من يوم واحد وعشرين إلى يوم تلاتة وعشرين إن شاء الله آآ التقديم حضراتكم ممكن تعملوا سكان للكيور كود ده والموضوع العام هيكون عن تحويل المعرفة إلى انتاجة علمية ودي الموضوعات الرئيسية اللي هتكون تكون غطية في خلال الفورم الثانية السلايد الكاية هسهديهم سانية لو عايزين أسهلا معك حق معك حق ولو حبين حضراتكم ممكن تنضموا إلى منصة سلاك بتاعتنا دي منصة إحنا عاملينها عشان كل الفورم الممكن يتواصلوا مع بعض يكونوا عارفين إيه الأخبار بأول بالأول وعندهم أي تحديثات بتحصل وفيه تواصل فردي مع الكميونيتي بتاعت الفورم حضراتكم لو عايزين ممكن تبعطونا إيميل على contact at form for open dot org لو حيط حابين تنضموا إلى منصة سلاك دي وهنكون بنديك أكسس للقناة بتاعت سلاك السؤال بقى لكل الناس سكان لو عايزين الشهادة بالعربي ممكن تعملوا سكان بالعربي أو لو عايزانها بالإنجليش تعملوا بالإنجليش هنقط بنفس نطلب محظاتكو تعملوا تعملوا استبيان صغير قبل ما يصل لكم الشهادة أو ما تعملوا وتخلصوا الاستبيان إن شاء الله الشهادة هتوصل لخضراتكم لو حد عايز الشهادة باللغتين ممكن يكمل الاستبيان بلغة واحدة منهم ويبعث لنا ايمايل برضو على الايميل بتاع الفورم احنا هنقدر نبعث لكمشهادة باللغة التانية مترجمة فحت pixelاتك قدامكم اه وقت دلوقتي ممكن تعملوه اسكان للغة لانتم حبنها تعملو بيها الاستبيان واللغة لانتم تفتروا هيجيلكم بيها الشهادة بنفس اللغة وبردو نراجع لو حضرتكم عاديين الشهادة باللغة الاخرى حضرتكم يمكن تبعثوا الايميل تبعث لنا ايميل وهنقدر نوفر لكم الشهادة باللغة الاقرأة اللي انتما ملتوش بها. احنا ممكن نسيب السلايد موجودة شوية بس برضو احب اقول كلمة اه ختام ان انا احب اشكر اه طبعا كل المتحدثين بتاعنا واحب اشكر كل الحضور واشكركم على توجودكم وعلى تفعالكم معنا. ويعني ان شاء الله في لقاءات قادمة. استأذن اه استاذة استاذ سناء او استاذ سناء احنا تقول رابط مش بيفتح ممكن اه تقول لنا اه رابط امي و لغة واستاذة غزير هاتف سألي ممكن نضطر لغتين لحضرتك بتنمي الاستبيان بلغة واحدة ولو حضرتك الشهادة عايزها باللغة التانية اه ممكن اه ممكن في الحالة دي تفعت لنا ايميل وهنبعط لحضرتك الرابط باللغة التانية بس استاذن اكتر فوكي معاها الشهادة اللغة اللي انت عايزها. ام ازن ممكن نبعط في الشات لو مش حد شغال او لو حد داخل بالموبايل ممكن يكون مش عارف يدوس عليه. لاحظة بفضلكم. تانية بس اطلع انا طلعته على التليفون. تانية بس اطلع انا طلعته على التليفون. تاعتباً. ترجمة نانسي قنقر مش عارف يعمل سكان لفير اردو احنا قطينا دلوقتي اللينك في الشارع فضرتكو تقدروا تدخلوا عليها وتجاوبوا على الأسئلة الاستوديان صغير واول ما تخلصوه هايجلكو الشهادة بلغة الاستوديان من طعملتو ايه ازولا احنا ممكن نشكر الاسبيكورز ولو انتم محتاجين تروحوا في اي حتا وعندكم افورت من تينيو اي حاجة منشكركم انتم معانا احنا هنبدل انسيب السلايدة على زوم لدمدة دقيقة بس عشان نتي كل حد الفرصة يسكن من ويكلك اللينك وعنين هنقفل فنشكركم تينيو وان شاء الله نشوفكم في وركشوف او او افوراديو معانا ان شاء الله شكرا جزيلا على اطحة الفرصة نشوفكم في ساشن تانية ان شاء الله مع السلامة شكرا جزيلا افوراديو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة